أهلا بكم في الحلقة الماضية تحدثنا عن الإعجاز العلمي المزعوم في سورة الرحمن الآيتين 19 و 20 ورأينا أن علماء الإسلام القدماء كانوا على حق في تفسيرهم لهاتين الآيتين والبحرين يعني بهم بحر السماء عدب فرات وبحر الأرض ملح أجاج والبرزخ هو الحاجز الذي يفصل بين مياه السماء ومياه الأرض بميزان وعدل وهذا ما بينه العلامة مار نرساي السرياني في القرن الخامس الميلادي ولهذا لا وجود لنشاز في وجود كلمة ميزان في سياق خلق السماوات والأرض في الآية السابعة والعاشرة من سورة الرحمن لكن الآيتين 8 و 9 فيهما إشكالية تربك فعلا تسلسل سياق النص في خلق السماوات والأرض ولهذا قدمنا الأستاذ جيوم داي من جامعة بروكسيل في بلجيكا فرضية وجود ترسبات في النص القرآني بمعنى أن النص خدع لتطور في ثلاث مراحل مختلفة في هذا المقطع من سورة الرحمن فالنص الأول كان متوازنا في سياقه حيث كان على الشكل التالي والسماء رفعها ووضع الميزان والأرض للآنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبد العصف والريحان ثم في مرحلة أخرى أدخلت الآيتين 8 و 9 ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان لأن صاحب النص الأول ليس هو من أدخل هذه التوصيات على النص وأقحمها شخص آخر من أجل تبرير وجود كلمة الميزان في الآية السابعة ولم يعرف أي صاحب النص الثاني لو استطعنا أن نسميه كذلك بسر وجود الميزان بين السماوات والأرض وهو الحاجز والبرزخ الذي يفصل المياه السماوية والمياه الأرضية فضلنا أن الحديث عن الميزان المعروف الذي يستخدم في الكيل فكتب مسودة بجانب آية الميزان وهي ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان كتنبيه وتوصيات للأمانات في الكيل عند الأسواق وهذا المعنى المادي للميزان هو مفاهمه أهل التفسير والتأويل أنفسهم حيث جاء في تفسير الطبر على سبيل المثال عن ابن عباس قال في سوق المدينة يا معشر الموالي إنكم قد بليتم بأمرين أهلك فيهما أمتان من الأمم الميكيال والميزان وهناك سيناريو أو فردية أخرى يمكن القول بها فصاحب النص الثاني كتب مقطع مسودة بنفس لون الحبر الذي كتب به صاحب النص الأول النص المؤسس وفي مرحلة ثالثة مرحلة جمع القرآن أصبحت كلمات تلك المسودة ضمن النص القانوني المعروف عندنا الآن بنص المصحف العثماني وقد تنبه النصاخ مخطوطات في القرن الأول لتدوين القرآن لهذه المعضلة فأصبحوا يكتبون ما ليس من القرآن بحبر أحمر كما نلاحظ في مخطوطة القرآن القديمة كمصحف فريزينو بيتروبوليتانوس حيث يكتب الناصخ عبارة خاتمة صورة كدا أو فاتحة صورة كدا قد يقول قائل إن القرآن محفوظا في الصدور وبالتالي ليس هناك صاحب النص المؤسس وصاحب النص الثاني والثالث فهذه تهيئات من الباحث الذي لا يعرف حقيقة حفظ القرآن في الصدور وهنا يمكن أن نتساءل بدورنا إذا كان محفوظا في الصدور لماذا لم يحفظ الله الآيات التي ضاعت من صورة الأحزاب أكثر من مئتين آية على سبيل المثال حين قال الصحبي أبي بن كعب لزر بن حبيش أن صورة الأحزاب تضاهي صورة البقرة وذكر آية الرجم التي أكلتها الداج لماذا لم يحفظ المسلمون الأوائل القرآن كاملا بحسب المراج الإسلامية نفسها تقول المصادر أيضا إن عبد الله بن عمر قال لا يقول أن أحدكم قد أخذ القرآن كله وما يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن كثير ولكن ليقول قد أخذت منه ما ظهر منه إذن بما أنه ضاع قرآن كثير ففلت من عقول الحفاظ فنظرية الأستاذ جيوم دين مقبولة نعود لفكرة الخلق وفصل مياه السماوات عن مياه الأرض عند القدمة حيث كانوا يعتقدون بوجود حاجز صلب بين مياه السماوات والأرض حتى لا يطغى أحدهم ما عن الآخر وهذا الحاجز الصلب ليس إلا قبة السماء فلو كسرت بفعل أمر إلهي فسوف تقضي على حياتي من يعيش تحتها ولهذا جاء في صورة الإسراء الآية 92 على لسان أعداء محمد أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أي تسقط السماء قطعاً تسبب هلاكهم قصة خلق السماوات والأرض عند الحضارات ما بين النهرين القديمة تفيد نفس المعنى تقريباً بفصل مياه السماوات عن المياه الأرضية حيث جاء في الموتولوجية البابلية والسومارية القديمة قصة الخلق ومن أبرزها قصة إينوما إليشي وهي قصة بابلية اكتشفت ألواحها في مكتبة أشور بانيبال من طرف الرحال البريطاني أوستن هنري لايرد في نينوى سنة 1849 ميلادية جاء في اللوحة الأول أن الإله تيامات والإله أبزو كان وحيدين قبل الخلق فالإله تيامات هي إلهة المحيطات وأبزو هو إله المياه العدبة نتج عن تزاوجهما ولادة إله لخم وشقيقته الإله لخام كلهما آلهة الأبراج السماوية والنجوم والكواكب ولد هذين الإلهين أنشار وهي الجنة وكيشار وهي الأرض وبدورهما ولد آن إله السماء كذلك في المترجية السومرية نجد الإله نامو توافق تماماً لله تيامات وهي أي نامو إلهة المياه الأزلية أصل الوجود أنجبت الإله آن إله السماء والإله كي إلهة الأرض إذن فكرة خلق عند حضارات ما بين النهرين تقدم عنصر الماء كأول مادة لخلق الكون وهذا بالضبط ما نجده في صورة الأنبياء الآية 30 أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقاً وفتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون إذن النص القرآني لم يأتي بجديد في مسألة خلق السماوات والأرض والحاجز الذي بين البحرين ما هو سوى قبة السماء التي نراها فوق رؤوسنا ولا دخل لما وصل إليه علماء البحار من علوم في القرآن نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر